لا يخفي عن أحد أن هذا البرنامج يتناقش مع كل الأضايا التي تثير الرأي العالم وتحديدا أزمة وملفات شائكة وهموم خاصة بالقضية القبطية أوائل الأسبوع الماضي يوم سبت شاهدنا جميعا صور وفيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا خاصة باقتحام قوات أمنية لمنطقة دير وادي ريان المحمية الطبعية وقاموا بهدم كنيسة اسمها كنيسة أبو سخرون القليني بأرض مزرعة الدير وقاموا بهذا الشكل يمكن الصور توضح أكثر قاموا بسيطرة على المنطقة الخاصة بمزرعة دير وادي ريان دير الأنبة مكانه السكندري بوادي ريان والناس للأسف الذين لا يستمتعوا بأي أمانة وأي مصداقية منهم على مناصب إعلامية ويتحدثون في منابر إعلامية يخدعوا البسطاء أن هذا التعدي حصل على الدير نفسه وعلى المنطقة الأسرية في الدير نفسه وعلى كنيسة أديمة في الدير نفسه والدير كله الأمن خده ورهبان اللي حضرتك شايفين صورهم دول معتقلين ويتعذبوا وكلام غريب جدا مبدئيا إحنا لما بنيجي نتكلم مدام إحنا الوقت مش في مصر يعني أنا لما كنت في مصر وزورت الدير ده مرة 2 و3 و4 وطلعت على آخر الأخبار خاصة بأزمات كتيرة منها أزمة الأعراب ثم صور الدير ثم شق الدير الطريق شق الدير ثم الأزمة الأخيرة الخاصة بوزارة البيئة واعتبر المنطقة دي محمية طبعية مدام إحنا مش في مصر حاليا لازم نسأل أهل الأمر الناس اللي في مصر يعني أنا تواصلت مع الأنبا برام وطران الفيوم وفهمت أن الأنبا برام كان ليه دور واضح جدا وكوي جدا في أن الرهبان اللي تم حبسهم بسبب تعديهم على قوات تنفيذ قرار السيطرة على الأرض بتاعت الدير أو عودة حقد الأرض اللي هي وزارة البيئة تم الإفراج عنهم بوساطة الأنبا مع مدرية أمن الفيوم عكس ما الناس بتقول الوقت أن هم معتقلين وبيتعذبوا وضحت لئي الأمور أكثر عندما تحدثت مع بعض الأباء الرهبان في هذا الدير هذا الدير يرجع لقرن الرابع الميلادي كأول نشأة له في الديس مكاليو السكندري عندما وضع قدمه وأقام مغائر له والرهبان الساك في هذه المنطقة منذ القرن الرابع الميلادي ثم انقطعت عنه الحياة الرهبانية وعاد أمر أخرى قرن التسعة الميلادي ثم انقطعت عنه الحياة الرهبانية بعد شيء ثم عاود عاود الحياة الرهبانية في قرن الاثناشر وأنا شاهدت بأم عيني بعض الأثار التي ترجع لقرن الاثناشر الميلادي من منشوبيات من أدوات استخدام زي ذورك أو كنينة ماء وغيره ورسومات جدارية بتعود ومغاير تعود إلى القرن الاثناشر الميلادي ولكن هذا الجزء هذا الجزء موجود الآن في 3000.5 فدان لأن المساحة التي كانت عليها الدير 13000 فدان مساحة رهيبة جدا في 2017 تم الاتفاق أن في 13000 فدان غير مستخدمين ومساحة رهيبة جدا دير فتم تقنين وضع الدير لتلاتة ونص الفدان والباقي مزرع للدير وهذا الباقي دوت أورد ملك الدولة وتم الاتفاق ما بين وزارة البيئة والساكنين في الدير على حق الانتفاع أن الناس تدفع مقابل هذه المزرعة بشكل اقتصادي لوزارة البيئة وقيمة مالية فعلى مدار أربع سنوات منذ هذا الاتفاق حتى يومين هذا لم يتم دفع أي مبلغ كان مبلغ حوالي أربع مليون جنيه سنويا ولكن لم يدفع أحد فاضطرت الوزارة البيئة أن تبلغي الجهزة الأمنية باستعادة الأرض مرة أخرى فالمشهد كله اللي احنا شايفينه الولاياتي مش دير الأمام مزرعة الدير وكنيسة بتاعتها بسخلين ليني موجودة جواه مزرعة الدير وعايز حتى لو من الأباء الموجودين في الدير يطلع يقول أنت كذاب وهم يعلموني جيدا لأنني عرفهم عرفة شخصية على كلام اللي أقوله بقوله بمنتهى الأمانة ومعانا أكثر توضيحا لأمانة دي شخصا أصق فيه كمال تمام الثقة ومسؤول عن كل كلمة يقولها بدون مبلغة وتهويل ولذلك هو بيهاجم من بعض قنوات للأسف اللي بتحاول أن هي تعمل فقعات أو يعني فرقعة على حساب أي أضايا الطيع لعشان تشتهر أكتر ده مش جدرنا وده مش سياستنا ولا دي الأمانة والمثاق الذي تعهدنا بأمام الله قبل أن يتم أمامكم في حل أزمات الملف القبطي العبيد معانا الصحفي المحترم أستاذ نادر شكري الصحفي بجريدة وطني وموقع الأقباط المتحدين وهو كان أحد المهتمين جدا وظهروا أكثر من مرة للإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بأزمة ودي بيان يريد عودة تاني النادر هموما حتى يعود نادر صدر بيان من الكنيسة القبطية الأرزوكسية توضيحا لمحدث في منطقة ودي ريان حيث قيلة أو ذكر أن أقامة قوات الشرطة يوم الأحد 30 مايو 2021 بالتواجه إلى منطقة كديس مكاريوس السكنداري في ودي ريان لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبعية طبعا لوزارة البيئة باستعادة جزء من الأرض التي يستغلها ساكن والمنطقة ومسحتها ألف فدان الجمالي 13 ألف فدان في 3 ونص دول خاصين بالدير والألف الألف الألف فدان الثانيين جزء منهم تجاه مزرعة الدير مرهيش دعوة بالدير الأسلي ولا منطقة الأثرية بالدير ده جزء كمان مبرم بشأنه اتفاق اسمه حق الانتفاعة تم مع وزارة البيئة وزالت نتيجة عدم تزديد المقابل المادي المتفك عليه منذ عام 2017 ده اللي احنا سألينه وحتى الآن ومع إزالة التعديات الانشائية الواقعة على الأرض ومنها كنيسة أباس خرون الإليني لأنها نشأت بدون ترخيص وبدون تصريح من وزارة المباني وأيضا الأرض دي محمية طبيعية ما يفعش دمار أخرى للاستاذ نادر شكري بسر خير يا نادر نشكر ربنا الحمد لله على سلامتك أنا عارف أنت كنت مصاب بكرونا ونشكر ربنا تم تعافيك منه وطبعا بنقدم لك كامل التعازي في وفاة الولد ربنا خليك خليك نادر أنت مطلع على آخر الأوضاع وانا اخترتك خصيصا برغم أنت صديق ومعلم جيدا بمصداقية أخبارك لكن أنت زرت هذا الدير وهذه المنطقة أكثر من مرة ومطلع الآخر الحقاق فيها فعايز أعرف منك ما حدث حقيقة بعيدا عن أي تهويل تعمدوا البعض على السوشيال ميديا والقنوات وعرف كمان منك ما هو الوضع الحالي منذ الاتفاق الذي تم مبينة وزارة البيئة أو ساكين الدير من 2017 تمام يعني خلينا يمكن كلمت على مراحل بناء الدير وكلام ذا كله خلينا أقول أنه في 2013 لو تتفكر معايا فادي أنه تم توقيع اتفاق كان في الوقت ده في منطقة الفسطات ما بين وزارة البيئة والرربان والعربان ومحافظة الفيوم وكان بحضور سكرتير البابا لما بعد بناء الصور أبونا أنجليوس أبونا أنجليوس سحق وكان وقتها هزر اتفاق أو كان موجود في العقد أن الرغبان بيمرسوا النشاط الديني في هذه المنطقة وأنه يعني اتفقوا على فتح بوابات من الصور للسماح بدخول رحلات السفاري من سل العربان إلى عيون الأطبار أو المياه الموجودة هي موجودة أصلا في المزرع اللي حصل عليها الخلاف واللي تم نزالة المنشآت فيها وشوفنا أن الديني بعد ما هج طب نحاول عودة أخرى نادر لأهمية كلامه عموما نستكمل أيضا بنود البيانة التي صدر من الكنيسة وهي عدة نقاط أول نقطة عقد اتفاق رسم مباين الكنيسة ووزارة البيئة في شهر أغسطس 2017 منح هذا الاتفاق ساكن المنطقة حق استغلال الأرض التي يسكنون فيها كالتالي منطقة لممارسة النشاط الديني والإعاشة وهذه المنطقة لم تدخل في أحداث يوم الأحد الماضي وهي التي قلنا عنها ثلاثة ونصف الفدان التي فيها الأثار التي فيها كنيسة الدير الأساسية التي فيها بيتر خلوة التي فيها المضيفة التي فيها الألالي هي التي لم يتم المساس بها بس اللي بيزور ويقولك التعدي حصل على الدير التعدي أو السيطرة الأمنية حصلت على مزرعة الدير التي كان من ضمن الاتفاق فيها اللي هي الفدان نظام حق الانتفاع اتفع مقابل إقامتك في هذا المكان وانت منتفع من خلال المزرعة ديات في إقامة مشاريع استثمارية أو اقتصادية وده موجود في أدير تانية حتى بلاقي احنا في حجز منتجات أدير يعني أمر مش منفراضي فيه أدير كتيرة جدا بتعمل النشاط الاقتصادي ده طيب نرجع مرة أخرى النادر فضل يا نادر استكمل كلامك طيب بعد زي ما قلنا الاتفاق يعني فضت حالة استقرار في المنطقة بعدها في 2014 أعلنت الدولة عن إنشاء الطريق يربط ما بين الفيوم والوحات واتبعت معنا الأزامات وقتها بالإحسجاجات اللي حصلت من الروبان برافو تشق هذا الطريق نعم كنت متواجد وحاولنا نحن نوجد بدائل وطرق أخرى ومعتقدش طريق دوت الآن يعني موجود لا الطريق تم شق بالسعل يعني تم شق بالسعل في طريق بعد 2017 اللي كان بموجبه تم التفاق على تقنين أوضاع الدير اللي كانت على مساحة 13 ألف فدان وتم تقنين مساحة 3,600 فدان واللي هي ضمن المنظرات الأسرية والكنيسة الكبيرة اللي هي في قلب الجبل وبناء الصور وتم بناء الصور بالفعل وجنب الصور ده تم شق الطريق وعلى الجانب الغربي المزرعة تم تم انتفاق على تقنين المنطقة تبار أنها محمية طبيعية أنها تستخدم كحق انتفاع أن الدير الأسري اللي هو ترفعه في سمس فدان أنه هيدفع المبلغ مالي 500 ألف و11 ألف جنيه في السنة والمزرعة اللي هي ألف فدان أنه هتكون حق انتفاعه تم تقدير الفدان وقتها ب4000 جنيه ويعني 4 مليون سنوين وطبعا ده مبلغ مبلغ كبير معلش عودة تاني نادر نستكمل برضو مع حضراتكم أنا عايز بس ننشر البيان اللي كان صدر في 2017 بتوقيع ارتفاق الذي تم ببعنا كنيسة ووزارة البيئة بتحديد وتقنين الدير الأثري ومنطقة الأثري 3000 ونصف فدان وفصلها عن مزرعة الدير والأرض الفضى أو الأرض الواسعة التانية اللي هي من ضمنها 10,000 فدان واللي تم تخصيص منها ألف فدان ده اللي تحدد به حق انتفاع وده اللي وزارة البيئة طالبت بحقها وقدمت حسب بيان كنيسة العديد من المخاطبات خلال أربع سنوات الماضية تطالب فيه من مقمين والساكين الدير بدفع المستحقات عليهم ولم أحد يرد دون جدوى دون جدوى حدش رد عليهم حد فبالتالي قامت إدارة وزارة البيئة بزيارة الأرض في 17 أغسطس العام الماضي وعينت الأوضاع على طبيعة في 31 مارس الماضي خطبت وزارة البيئة إلى ساكين الدير بضرورة سداد القيم المستحقة على الاعتبار على الاعتبار العقد المبرم ولم أيضا أحد يوفي بقيمة المستحقات فحدث تمكن من قبل وزارة البيئة عن طريق الاجهزة التنفيذية للألف فدان ألف فدان ألف فدان مش المساحة بتاعت الدير خالص ولا الألف تلاتة الاف ونصف فدان المخصصة للكنيسة والمناطق الأطرية عودة مرة تلتة لنادر شكري نحن أسفين لقات على الانتصال طبعا زي ما قلت الألف فدان دي اللي فيها العيون أو الأبار المية وكان فيها قبل كنيسة القدس أبو سخيرين ولينو دي حاجات تبنت قبل الاتفاق الخاص ب2017 بس كنيسة أبو سخيرين ليس كنيسة سهرية دي كنيسة حديثة لا دي حديثة يا فنم دي حاجات كلها حديثة وأيضا مبنى للعمال كل دي أمور حديثة والمنطقة التي سيطرت عليها هو الأمنية دي نادر هل بها أي أي مغائر أثرية طبعا زي ما تعرف أنه الديع عبارة عن حرف اليو الجبل بيحثموا بكل اتجاه في الجوانب اللي تم الأرض اللي خادتها المحمية الطبيعية طبعا فيه في الجانب الآخر بعض المغارات في الجبل المغارات الأسرية لكن هي أنا بكلم على الألف فدان يا نادر لا الألف فدان لا إفندي ما فاش في نص الأرض بعيدة خالصة عن المنطقة الجبلية يعني بعيدة عن الجبال المغير تمام طبعا لكن فيه ألالي بعد الألالي كانت معمول للرغبة الحديثة الألف فدان ألالي حديثة حديثة النشن طبعا حديثة النشن فتم الاتفاق على هذا المبلغ وطبعا هو مبلغ ضخم في التعامل مع طبعا المستغل المستغل من المزرعة مبينة خمسين من قد وبالتالي هذا المبلغ يعني هو مبلغ كبير على المنطقة المنطقة صعبة جدا وعارة جدا وعملت الانتاج فيها موضوع مش مسحل لكن في كل الأحوال هو يعني هو هذا اتفاق يعني اتفاق تم التوقيع عليه وبالتالي يعني إذا قلنا قبل كده أنه طالما أنت وفقت على هذا الاتفاق فلازم أنك أنت تلتزم بي أو كان يحصل اعتراض من البداية على فكرة الحق الانتفاع لكن الرهضان قالوا أنه ومحمد الدير قالوا أنه هم حاولوا كذا مرة يعملوا تخفيض في هذا المبلغ لكن الأمور يعني لم تصل إلى نتائج جبية وبالتالي البيئة وجهت انظارات للرهضان باستداد أو أنه هيتم استرداد المزرعة وبنال عليها حرقت القوة الأمنية المدعمة بكافة الأجهزة وعملت قامت بعملية الإزالة بعد الاحتكاك بالرهضان والقبض على عدد من الرهضان عايزين ننشر الفيديو الخاص ببداية الاحتكاك اللي حصل أثناء تصدي قوات الأمن اللي الرهضان بتعدير أو يعني محاولة الرهضان بدير الدفاع عن المنطقة دي فتصدت لهم قوات الأمن لكن ما حصل ضرب ده اللي اتأكدت منه هو حصل القبض على البعض ثم تدخل الأمن برقام وتم الإفراج عنهم مضبوط بالفعل يعني تم الإفراج عنهم بعد وصول الأمن برقام للمكان لكن هما كانوا أزالوا المنشآت الموجودة على المزرعة ومن ضمنها أيضا اللي هي الكنيسة القديسة بالسهرين الليني وقدر الأمن برقام أنه كان إخلاق سبيل الرغبان المقبوض عليهم تدير الموقف طبعا هو شكل قانوني طبعا وشكل قانوني متابع في أماكن كتير احنا شفنا يامع عماير بتتهد وجوامع بتتهد وزوايا بتتهد لأنها مبنية على الأرض الدولة طبعا حتى لو كان الاتفاق غلط ومبالغ فيه فكان لازم اعترض من الأول النقطة التانية من جانب المسؤولين وده حاجة كان لازم يعني اشايف ان هو في عدم حكمة منهم هو الوقت الحالي والطريقة التي تم تنفيذ بها والتوقيت كان غير سليم كان يجب يتم اختيار توقيت مناسب خاصة ان احنا كان لدينا احداث يعني درب ومؤار واعدام سعد هو الرهب اشعائي السابق فطبعا ده كله كان حالة من الجدل في نفس الوقت ظروف كورونا والأحداث الموجودة كان لازم التعامل بحكمة اكتر من هذا الامر حتى لو كان الموضوع القانوني واعتقد انه كان بالتفاوض الحوار او وجود لجنة مع الكنيسة كان ممكن يتم حل الامر او انه يتم اخلاء المزرع بالتراضي من غير ما كله ده يحصل او انه يتم بتخفيض المبلغ او تقصية المبلغ كل ده كان مطلوح للتفاوض لكنا نتكلم على جانب قانوني هناك اتفاق متوقع والعقد موجود على حق الانتفاع وان كان هنا استاذ فادي المقطة طبعا اللي حابت تستقنى على الوضع الحالي فطبعا الوضع الحالي زي ما شفنا كان في حال غضب من الرضوان الموجودين هناك بعضهم رجع قاعد في المزرعة مرة تانية اللي تم هدها وبعضهم رجع الدير لكن بعد تشكيل اللجنة اللي شكلها قدفت البابا في بيانة ياريت برضو ننشره تشكيل اللجنة تتكون من نيافة الأنبة براموطران الفيوم وتوابحة ونيافة الأنبة دانيال أسكوف ورئيس دير الأنبة بولاب البحر الأحمر والمهندس كامل ميشيل والمهندس أيوب عدل أيوب وذلك لمتابعة تدعيات موضوع أزم الدير ودريان بشكل قانوني والإجراءات اللزمة لحفظ السلامة الجميع أعتقد هذه اللجنة مهمة أو لها مهام معينة في حل هذه الأزمة بكل تأكيد أنا كنت متواصل مع نيافة الأنبة برقام والمهندس كامل ميشيل اللجنة حاليا بتعمل على جامعة المعلومات وهيبقى عندها رؤية لمحاولة حل الأزمة ممكن اللجنة هتبدأ أول اجتماعاتها بكرة سبتر هتناقش إزاي تم التعامل مع الأزمة منذ النهى الحوار مع وزارة البيئة حوالين تخفيض المبلغ الخاص بالمزرعة لعدم استخدام المساحة الموجودة مع إثقاط المبلغ العوامل المواضلة تجد الظروف الحالية تراكم الأربعة مليون على أربعة سنين حوال 16 مليون المبلغ فيه جدا جدا طبعا يتحاول يتفاوض على هذه الرؤية في محاولة لحل الأزمة بشكل يرد كل أطراف والتفاوض مع وزارة البيئة ويطلع طبعا كل التفاصيل على قدس البابا المهمة هو المحاولة الإثبات الوجودي للدير الأسر اللي هو ترافق سنفدان أنه التفاوض حوالين أنه يكون فيه أوراق تعطي الحق للدير بشكل دائم يعني أنه مازال مازال يعني في إطار حق الانتفاع اللي بالدفاع بمبلغ وطالما أنه خلاص بيممارس أنشطة الرغبانية والمفروض أنه نيفت الأنب إبراهام بيجهزه لإعتراف دي مجمعيا وده إن شاء الله يفهم برضو للناس أن الإعتراف المجمعي هي دي صفة قانونية وكنسية نعم 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 نتمنى ذلك وتتحل الأمور لأن هذا الدير من أضيور الغالية عندي أنا شخصيا وأتمنى تتحل الأزمة ويعيش الرغبان اللي فيه بكل سلام أشكرا جدا لرصد هذه الأزمة النادر وأتمنى من كل قلبي أن تتابع مجريات الأمور في أزمة التوادي ريان حتى تحل إن شاء الله ونسمع منك أكبر حلوة في مداخلة قادمة إن شاء الله شكرا شكرا لك عايز بس أرصد حاجة يعني ما بين اللي أنت كنت على الأرض تبدأ بشكل أو بآخر تستهدف الكنيسة وأباءها وتنشئ أخبار كذبة حتى الفيديو والمقطع اللي كان حوار ليا مع الأنبا برام مطران الفيوم في هذا البرنامج من ثلاث شهور وكان هناك برضو أثيرت إن تم اقتحام الدير وجيش دخل الدير وكل الكلام طلع كدب استغلوا هذا الفيديو على أساس هو عن الأحداث الأخيرة شوفوا في التدليس يعني فيديو قالوا ثلاث شهور ولا فيه تجاه دخول الأمن ولا حاجة من الدير عن الأحداث بتاعت الإسبوع دوت دخلوا الأمور في بعضها في استغلال للبساطاء وخداحهم عن الحقائق فيه صور حابب أعرض على حداتكم منذ بداية علاقة بأس الدير في 2012 منذ أزمة بدأت تكلم عنها هي قطع الأعراب اللي حوالينا المنطقة لكل زوار الدير في الدخول والخروج والسرقة بالإقراه ومنعوهم من زيارة الدير وكان هناك إشكالية كبيرة ما بين أعراب ورهبان الدير ثم بعد كده في 2013 بدأت فكرة مشروع طريق يربط ما بين الفيوم والوحات ودي صورة يمكن ليا مع رهبان الدير اللي منهم من تم القبض عليهم في الأحداث الأخيرة ودي صور مع أحد أيضا رهبان الدير أثناء زيارة الأماكن الأثرية وأنا أشهد أن هناك أماكن أثرية في هذا الدير ترجع لقرن 12 الميلادي ودي صورة أيضا مع أحد رهبان في زيارة الكردرائية أثناء محاولة مقابلة البابطة ودروثة الثاني أثناء في فترة الأزمة الخاصة بإنشاء طريق دولي وكنا ونحن على حيات ما بين الطرفين أن الأزمة ليست ما بين الكنيسة ورهبان الدير أبدا الأزمة ما بين الدير وأرض الدير والدولة والدولة زي ما أنا نادر كان يمكن محل المشكلة أو الإشكالية حصلت يوم سبت أيوم الأحدى الماضي بشكل ممكن من الهدوء والترائيس والحكمة من قبل الدولة لكن دولة يعني حصلت تصادم أو تعمادت الصدام مع رهبان الدير فبنطلع من أجهزة الأمنية والتنفيذية في الدولة يعني التعاكل شوية أو الفراز بعض الشيء في التعامل بالزاد في الأمور الخاصة بالأماكن الدينية لأنها بيبقى لها كتسية معينة وبنؤكد مرة أخرى أن هذه المنطقة التي تم السيطرة الأمنية عليها هي مزرعة للدير وليس الدير والأماكن الأثرية في الدير التي ياجب أيضا على حيئة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وضرط الأصار أن تهتم شوية بأثرية هذه المنطقة وأعطاء حرم 13 كيلو من عدم التعدي عليها أو الدخول في الحرم الأثرية للمنطقة ترجمة نانسي قنقر